السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معكم بلال عراقي ولايف جديد مع بلال عراقي وفي اللايف النهاردة هنتكلم في اربع نقاط عودة او ظهور كهرباء داخل النادي الاهلي وعودة المصابين ونجم الاهلي يعمل داخل قناة الزمالك وعلامات الاستفهام حول التحكيم المصري في الفترة الاخيرة دي كلها نقاط هنتكلم فيها ان شاء الله في اللايف دوت ما ننساش طبعا في البداية لايك وشير للفيديو ولو مش متابعيننا على الصفحة يريد بعد اذنكم تتابعونا النهاردة النادي الاهلي كان فيه تمرين النهاردة ظهر في التمرين النهاردة كابتن محمود كهرباء ومؤمن زكريا لمؤذرة الفريق قبل ان شاء الله قبل الصفر الى المغرب النادي الاهلي النهاردة اتم تمرينه النهاردة قبل مغادرة البلاد ان شاء الله والصفر الى المغرب لملاقات الوداد يوم تلاتين ان شاء الله في نهاية دور ابطال افريقيا النهاردة كهرباء ظهر لمؤذرة اصدقائه مؤذرة اصحابه مؤذرة الفريق اللي هو بينتمي ليه وجود كهرباء النهاردة خلاص اعارته خلصت مع الفريق التركي ويكون رسميا مشارك مع النادي الاهلي في بداية الموسم وجوده النهاردة داخل استاد التيتش وحضوره للتمرين دي اكبر دليل على الناس اللي بتطلع وتقولك ان موسمان مش عاوز كهرباء والنادي الاهلي هيستغنى عن كهرباء والخرافات والكلام ده كله حوالين محمود كهرباء النهاردة بيظهر النهاردة بيقاذر اصحابه طبعا مع مؤمن زكريا اللي كان موجود النهاردة مؤمن زكريا اللي وشه السعد اللي كل ما تواجد مع النادي الاهلي دايما بيكون وش السعد مؤمن زكريا نتمنى له الشفاء وربنا يا رب يا رب يرجعوا بالسلامة من الاصابة اللي هو فيها نتمنى له الشفاء ان شاء الله باذن الله يرجع افضل من الاول مؤمن زكريا النهاردة تواجد ايضا وحضر الميران دعما للفريق وتشجيعا للنادي الاهلي طبعا بيته المفضل وقهرباء النهاردة كان عمل حوار مع قناة النادي الأهلي وتتكلم على مؤذرته للفريق وعودته مرة أخرى لنادي الأهلي وتتكلم بشكل طيب جدا جدا وقالنا هو موجود مع نادي الأهلي ونادي الأهلي ببيته ويستغنى عنه ويقدم الدعم لإخواته واصحابه اللعيبة علشان خاطر ماتش إنهائي بإذن الله اللي هيكون في المغرب يوم 30 بإذن الله النهاردة أيضا برضو مرار نادي الأهلي شهد عودة المصابين الأربعة وهم عمر السلية وحمد فتحي وقاليو ديانج وياسر إبراهيم ودي عودة مباشرة والنهاردة اللعيبة دول شاركوا في الأداء الجماعي الحمد لله فضل الله بعد تعافيهم من الإصابة ودي كان خبر كويس جدا للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي طبعا في ظل عدم وجود السلية في خط الوسط ده بالذات شفناه الفترة اللي فاتت كان مؤثر كثير على النادي الأهلي وكان مؤثر على الأباء نظرا لأهميتهم داخل خط الوسط في النادي الأهلي أليو ديانج لغنى عنه في إفساد الهجمات للمنافس وعمر سلية اللي كورساته وصرهاته وبينياته كل حاجة عمر سلية مايستره في خط وسط الملعب النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله يكون إضافة قوية للأهلي في النهائي طبعا لما الأهلي كان مصاب 3$ كان في عجز فني كبير جدا للنادي الأهلي في خط الوسط لأنه ما فيش حد بديل على الدكة يأجي الدور دوت كان موجود أكرم توفيق كان بيأديه بشكل طيب جدا جدا ولكن زي ما احنا عارفين أكرم توفيق لسه حتى الآن لم يعد من إصابة الرباط الصليبي ربنا يرجعه بالسلامة إن شاء الله من اللعيبة المهمة لأن الأهلي فعلا فقدها فقد الروح والأداء والجرينتة بتاعته أكرم توفيق كان لعيب قوي وشارث داخل الملعب وكان يعني فنيا وتكتكيا كان مرن مرن جدا مع موسيماني وكان بيحلله مشاكل كتير أكرم توفيق الفترة اللي فاتت نيجي بقى لي الجزء الثالث أو الحديث الثالث عن فيديو بتاعنا النهاردة ما ننساش طبعا يا جماعة الناس اللي معانا هلايك وشير للفيديو ولو مش بتابعينا على الصفحة بعد إذنكم تتابعونا هو النهاردة في معلومات جات كده إن أيمن يونس نجم النادي الأهلي السابق سيعمل أو وقع عقد مع قناة نادي الزمالك وهيشتغل مع قناة نادي الزمالك وهيطلع فيه برنامج مع جمال عبد الحميد بصفة مستمرة يعني مش اللي هو رايح يوم وخلاص دماضة مع النادي الزمالك وطبعا أيمن يونس فترة اللي فاتت شفناه كان فيه انتقاضات كتير عليه وجمهور النادي الأهلي ما هواش متطفق عليه بشكل كبير ولكن بالحركة اللي بيعملها دي أو ان هو رايح نادي الزمالك يعني مش كفاك ان انت بتهاجم نادي الأهلي وبتهاجم مجلس إدارته ده كله بس عشان خاطر مصالحك الشخصية اللي انت معتقلها ولكن لا كمان هيروح قناة نادي الزمالك وهيتم العمل داخل قناة نادي الزمالك وهيكون متواجد مع جمال عبد الحميد بصفة أساسية داخل نادي الزمالك فإذاً أيمن يونس يعني بيضيع الشوية اللي عند جمهور النادي الأهلي أيمن يونس تاريخ من تاريخ نادي الأهلي اللي ما حدش يقدر ينكيره يعني أي حد التاريخ ما حدش يقدر جماعة ينكيره نهائي ولكن الأفعال والتصرفات هي اللي عليه لوم كبير جدا 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 من قطاع كبير قوي من جمهور النادي الأهلي الفترة اللي فاتت على أيمن يونس ده زاد التينة بلة وكمان مرتضى منصور جابه يشتغل باخل قناة نادي الزمالك علشان خاطر يضيع الشوية عند الأهلوية اللي له له وبالتالي أيمن يونس يعني هتعمل ايه يا كابتن أيمن لما يعني أي حد يجيب سيرة نادي الأهلي في الطريقة مش كويسة هتعمل ايه هيكون ردك ايه مثلا ما بتعمل في نادي الزمالك وبنشوف الحاجات اللي بتحصل والتجاوزات اللي بتحصل عنادي من قناة نادي الزمالك ومن الإعلميين داخل قناة نادي الزمالك بدون ذكر أسماء بعضا منهم كثير قوي يتجاوز في حق النادي الأهلي وينتقدlass thànhم ايه انتقاد لازع على النادي الأهلي وبدون وجه حق يعني أحيانا كثيرا ما يش siz ago ان هم ينطقوا النادي الاهلي ولكن بيعملوها ايمان يونس هتعمل ايه يا كابتن هتعمل ايه وانت شغال في قناة نادي الزمالك وانت نجم وكنت في يوم الايام كابتن من كابات النادي الاهلي مش عارف كابتن ايمان يونس ضيع الشوية اللي له بعد طبعا توقيعه وقال لي العقد مع قناة نادي الزمالك والعمل بها بصفة مستمرة نجي بقى للجزء الاخير وهو علامات الاستفهام على تحكيم المصر تحكيم المصر لفترة اللي فاتت يا جماعة يعني اخيرهم كان امبارح وشوفنا ماتش الزمالك واسوان حسب ضربتين جزاء صحيحاتين والثالثة كل الناس قايت لك الثالثة بروا ضرب الجزاء صحيحة والجون الناس كانوا يتكلموا على ماتش الاهلي وانبي وجون علي معلول التاني كان افصيت وهو مكانش افصيت وكل الناس قايت مش افصيت وكل الخبراء قالوا مش افصيت ولكن جمهور بعينه كان بيقولوا بيشكك انه افصيت جم محمود علاء امبارح كان ايه يا جماعة كان ايه دربة جزاء اللي لم تحسبتش اي نعم اسوان جالها ضربتين جزاء ومساجلتهمش ولكن دربة الجزاء الثالثة رغم الفار رغم وجوده اللي انه محسبهاش مش فهم ازاي الافصيت الجم بتاع محمود علاء كان تسلل واضح جدا محمود علاء لو بدون خطوط حطت خط الستة يارضة سنتجد ان محمود علاء مع ديه واخر مدافع من اسوان كان قبل الخط او على الخط فكانت واضحة جدا يعني تسلل امبارح ودرب الجزاء ما تحسبش هدف تسلل النادي الزماني ودرب الجزاء ما تحسبش يعني مش فهم مش فهم التحكيم الى اين سيتم العدل الى اين سيتم العدل عصام عبد الفتاح اللي كل يوم كل بعد كل ماتش يطلع ويقضي لف ع القناة ويقضي يدف تصريحات وبتكلم كلامي عنده بتصريحاته وبكلامه ده بيزود التينة بلا زي ما بيقوله تصريحاته كلها كلها تدينه تدينه ويطلع ويقولك عليا تطلاق الكرة دي مش عادة ايه هي كرة هتتدرب الطلاقات ايه عليا تطلاق دي يا جماعة يعني مش فهم مش فهم يعني انت راجل في اتحاد الكرة وراجل ماسك لجنة الحكام يعني المفروض شخصية مرموكة وراجل رامزي يعني تطلع تطلاق و ايه ايه الكلام ده حاجة بصراحة يعني يعني مش مئذة جدا جدا من عصام عبد الفتاح وتصريحاته الغريبة اللي بتلحها ومصطلحاته الغريبة زي روح البروتوكول ومش عارف ايه وروح الفارو والحكم ده صح بدل ما تطلع وتطلع وتطلع على القناة والدافع عن الحكام فكر في حلول يعني اسقط خالص وفكر في حلول وفكر في كيف تنمي المنظومة التحكمية بدلا ما احنا كده رايحين كاس العالم مفيش غير واحد بس من مصر وحكم رابع يعني حكم كده احتياطي مفيش يعني من افريقيا واخدين حوالي 6 سنتهت يعني كاس العالم في الدول كلها واخدين 6 سنتهت ومشاخدين غير واحد حكم بس مصري فانت فين من الكلام ده يعني على اتحاد الكرة انه يعيد ترتيب لجنة التحكيم بشكل كبير لازم ان اللجنة دي اولا استقالة او اقالة سامع بالفتاح ده شيء اساسي هات بقى واحد من برا هات واحد اجنبي عربي ايا كان بس حد يكون له بلان ولو خطة واضحة في تطوير المنظومة هاتوا عينوا كرئيس لجنة التحكيم هات واحد اجنبي مش مشكلة مش عيب على فكرة مش عيب ان احنا نجيب حد نستعيم به عشان خطر يطور لنا جزء ما داخل الرياضة المصرية مش عيب خلص هات حكم او راجل يكون محاضر كبير في التحكيم حد معتمد من الفيفا يجي هنا مصر يتعين سنتين ثلاثة اربعة تمام لحد ما يوقف لك المنظومة دي على رجلها لحد ما يطلع لك من تحت ايده حكام صالحين حكام ما بيبصوش للالوان حكام بيحكموا بالقانون كما انزل يعني زي ما الكتاب بيقول هيكون فيه اخطاء بس فيه اخطاء يا جماعة بتكون يعني واردة اخطاء بتكون خفيفة ما يكون بالفج ده والتكرار ده يعني بتشوف مطش اصوان مع الزمالك مش عارف والناس طالع تقولك اصدجون الاهلي ومش عارف ايه والاهلي اهلي فيه اهلي فيه اهلي فيه حتى كان الناس تطلب بضربتين جزاء للاهلي مع امبي ومتحسبوش راع الفار ومتحسبوش ومتحسبوش امبارح التسلل بتاع محمول علاء ما خادش اكتر من خمس ست ثواني وخلاص فين الفار طيب بيعملوا الخطوط حتى غلط ودربت الجزاء الثانية او الثالثة ليه اصوان متحسبتش فده كلها تراكمات بيحصل ولو بصيت بقى على مباريات كتير والنادي الاهلي شاهدنا في البنك الاهلي الظلم اللي اتعرض له والغاء الهدف اللي مكانش ينفع يتلغي فانت المثان كده جماعة معووج معووج تماما انت فيه كفة مرتاحة عنده ثريق وثريق تاني تعبان تعبان حرفيا اللي هو النادي الاهلي من المعاناة شديدة مع التحكيم المصري انت النادي الاهلي حرفيا لو جاب حكام حاليا دلوقتي هياخد حق لو جاب حكام اجانب هياخد حق النيامة التانية فانت محتاج حكام اجانب للدور كله لدور كل الاهلي متطر يصرف ويجيب حكام اجانب للدور كله عشان خطر ياخد حق ولكن ما ينفعش كده ما ينفعش ان انت اللي بتعمله دوت عصام عبد الفتاح ويطلع يبرر كثير للتحكيم المصري والحكام اللي بيغلطوا اخطاء واضحة يعني طلوعك ده اصلا في ضرر ليك اكتر ما في افادة في ضرر ليك اكتر ما يكون في افادة ونادي الاهلي قبل كده كان اقترح ان انت تجيب حد من برا وده صح ده الصح ان انت تجيب حكم دولي محاضر هو ماسك المنظومة التحكيم وفي نفس الوقت بيحاضر الحكام سواء نظريا او عمليا بيدربهم صح بيوقفهم صح في التمركزات في الكلام ده كله بيعمل لهم مباريات ودية كده عشان خاطر يطبق قوانين معينة او يحفظهم حاجات معينة نشوف ايه المشكلة او ان انت تخرج الحكام بتاعتك برا وده سيكون صعب جدا صعب انك تخرج عشر تلاتين حكم يتدربوا برا ويجوا ده سيكون صعب مدان عليك الاسعل ان انت تجيب واحد كويس يحط له خطة لمدة اربع خمسين قدامه يمسك لجنة التحكيم ديت وما يكونش مصري عشان ما يكون لهش الوان ويكون واحد اجنابي محاضر معتمد من الفيفا علشان خاطر يحل لك الازمة ديت فبصراحة التحكيم فيه ازمة كبيرة فيه ازمة كبيرة داخل التحكيم المصري ولابد انها تحل وانا شايف الحل هو اقارة السامعة بالفتاح تماما ان انت تجيب حكم اجنابي محاضر يقود المنظومة حتى مدة معينة الناس تعد معاها وتحددها وده الصح في الفترة اللي جاية ده نتمنى طبعا في الفترة اللي جاية وان شاء الله باذن الله باذن الله الاهلي يوم الاثنين القادم يوم ثلاثين خمسة النهائي ان شاء الله اللي هيكون اقوى نهائي الاهلي بتعرض له في خلال الخمس نهايات اللي وصل له من النادي الاهلي في خلال الست سنين اللي فاتت الاهلي يوصل لخمس نهايات ده الخامس هيكون ده اصعب نهائي لان انت بتلاعب الوداد فنيا مش قليل في قلب ملعبه وسط جمهوره فده دافع كبير للوداد وعبء كبير على النادي الاهلي ونتمنى النادي الاهلي ان شاء الله ادها والنادي الاهلي وقدرة النادي الاهلي وعدت الجمهور بدعم 20% من قيمة التذكرة اللي هي تذكرة اليوم الواحد ذهاب وعودة بالدخول للستاب هيكون خمساشر الف تقريبا واربعتشار الف ستعمائة وخمسين فيعني خمساشر الف فالنادي الاهلي هيدعم بثلاث تلاف جنيه لكل شخص هيروح المباراة وان شاء الله ده خطوة حلوة مع انا شايف برضو ان في الاخر الاثنشر الف جنيه كطار على فئة كثيرة جدا فيه فئة هتروح الفئة اللي بتاعت الدرجة التالتة دي هيكون صعبة عليها اتنشر الف جنيه اي نعم فيه تقصيط ولكن كبيرة انا شايف ان رجال الاعمال والمحبيين النادي الاهلي المقتدرين من النادي الاهلي وحتى اللعيبة حتى اللعيبة لما اتطلع كل لاعب يدعم خمسين واحد من ردك ليس قصة لما انت كل لاعب في النادي الاهلي انت عندك ثلاثين لاعب في النادي الاهلي او خمسة وعشرين لاعب لو الناس المقتدر او الكبار فيهم او اللي هم الفئة الاولى كل لاعب دعم خمسين فرد هتلاقي معك حد كويس اي مستثمر اي رجل اعمال محب للنادي الاهلي يدعم بجزء برضه هتلاقي الدنيا بتمشي اللي هو ياخدهم ببلاش يعني ان انت تاخد الجمهور يروح هناك دي حاجة كويسة جدا عشان خاطر تقلل من حدة الضغط الجماهيري اللي هيكون على النادي الاهلي وعلى اللعبة النادي الاهلي لما انت كويس جدا انت خدت نص التفاكر اشتريتها خلاص فلابد ان الاسعار تخفض عن كده ولابد محبين النادي الاهلي الرجال الاعمال والناس اللي عندها القدرة ان هي تدعم الجمهور النادي الاهلي اللي هو بقى الجمهور الجمهور الدرجة التالتة الجمهور الدرجة التالتة اللي بجد بجد الشباب كلها معظمها فالناس دي بتشجع بقلب الناس دي له روحي هتعمل الجو كبير جدا تمام؟ لان فيه نسبة كبيرة قوي قوي من جمهور النادي الاهلي مش قدر يدفع الـ 12 ألف جنيه برضو هما تقال عليه حتى لو انت قصدتهم له هما برضو تقال عليه لما يروح يوم واحد بـ 12 ألف جنيه هتبقى تقيلة لكن لو كل رجل اعمال كل محب للنادي الاهلي مقتدر لعبة النادي الاهلي والجهاز الفاني نفسه بس من لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني يعني دعم او قال ان انا هوادي خمسين فرد على حساب الشخصي ده مش عيب الجمهور ده هو اللي في يوم الايام هتف باسمك الجمهور ده هو اللي بيوقف في الاستاد يشجعك من اول ديال الاخر دقيقة الجمهور ده هو اللي في ظهرك فان انت تيجي تدعمه في الوقت ده او تقول له تعالا معايا دي هدية كبيرة جدا وهيكون موقفها كبير جدا 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 والجمهور هيشيلها لكل لاعب عملها وكل فرد في جهاز الفني فانت يعني بسم الله ما شاء الله طبعا كل الناس ربنا يزيل ويبارك احنا ما نتكلمش على حاجة بس اللعيبة في النادي الاهلي ما شاء الله رواتبهم بتكون عالية وكويسة فان انت تيجي تدعم خمسين مش هيقصروا معاك كتير مش هيقصروا معاك كتير بس عندما يطلع مثلا سين من اللعيبة تم تدعيمه خمسين فرد من جمهور النادي الاهلي طبعا الادارة هي اللي تختار يعني انت حضرت تقول والادارة طبعا هي اللي تختار ان هم قدرة من الجمهور تمام ويودوا خمسين كل اللعبة هيودوا خمسين فدي مبادرة كويسة جدا لما يطلع رجل اعمال حبرتك مدعم للنادي الاهلي لما تطلع مثلا الف تمام او يعني الف بتتكلم في مبلغها هيكون كبير عليك بس كراجل اعمال او مستثمر فهتكون في الاخد عاليك لما يطلع فلان الفلاني دعا من النادي الاهلي بقدي كده فدي ده عاليك فالنادي الاهلي لو فتح الكلام ده كله هتلاقي في جمهور اكتر روح فانا انا شايف ان دي مبادرة هتكون كويسة وبركز اكتر على اللعيبة والجهاز الفني اللي الجمهور النادي دايما هتف باسمهم ودايما شالهم في الاعناق ودايما كان بيتجوم حقهم ودايما بيجروا وراهم في كل حتة فيه ناس يا جماعك بتروح الستاد هي معاش حقل غير حققت تذكاره وكانوا بيروحوا الستاد ورا النادي الاهلي فالناس دي دورها بقى دلوقتي يعني ان انت بقى تقوله شكرا انت بقى كله بتقوله شكرا شكرا تعالى دعمني يعني اتنين في واحد انت بتشكره وبتقوله كمان تعالى دعمني هناك فانا شايف ان الحركة دي لو اتعملت اكيد اكيد هتلاقي صدق كبير جدا عنده الجمهور واكيد الناس اللي معايا لازم ان تعمل لايكوشيل للجزء دوت علشان صوتش دوت يوصل للناس يعني ان شاء الله يمكن هقطع المقطع ده وانزله على الصفحة علشان خاطر بعد اصدقكم تعملوا لايكوشيل ليه علشان خاطر يوصل للناس يوصل للمسؤولين يوصل للعيبة ويوصل لأكبر قدر من الجمهور علشان خاطر نتبنى حاجة زي دي لو كل لاعب خد خمسين مشجع اهلاوي ودى على حسابه ده حاجة هتشلك وحاجة هتكون في السبيب بتاعك شوفنا لما النادي الاهلي كان في ازمة اثناء ثورة يناير 2011 وكان فيه دروب مالي كبير شوفنا لعيبها كتير جدا خفضت رواتبها 25% تمام ليه وقفة جنب النادي ان ده النهاردة برضو لما تيجي تاخد جمهور على حسابك انت كده بتقف جنب النادي اولا وبتقول للجمهور شكرا تمام والجمهور هيجي دعمك فيخف عليك الضغط فبالتالي في حاجات كتير هتحصل يعني وراء الحاملة دي ووراء ان انت تجيب ناس او تدعم جمهور النادي الاهلي فده هيكون مرضودها كبير جدا على كل اللعيبة والجهاز الفني واكيد اكيد رجال الاعمال والناس اللي بيستفادوا او الرعاب بتوع النادي الاهلي اللي بيستفادوا كتير من جمهور النادي الاهلي ده جيلوقت يا جماعة ان انتوا تقولوا للجمهور شكرا ولازم تدعموا الجمهور لان في طائفة كتير جدا مشيقدروا حتى عالية اول 12.000 جنيه رغم تخفضها ورغم ضعم النادي الاهلي تلات الى لكل رحلة او لكل فرض رغم ذلك é 12.000 جنيه برضو كثير على ناس كثير قوي من جمهور النادي الاهلي للان جمهور النادي الاهلي في طائفة كبيرة جدا يعني على أب حالها أكيد طبعا في ناس مؤتدرة وهتروح وعندها القدرة أنها تروح بدل اليوم ثلاثة أو أربعة ولكن في برضو أيضا ناس مش هتقدر فأنا شايف الناس اللي مش هتقدر دي أن انت تدعمها ده كيروحه تماما ده هيكون خطوة إيجابية وحاجة كويسة جدا 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 هناخد بعض تعليقاتكم اللي حضرتكم علقتم عليها زياد بيقول قانون الاحتواء البند الخامس ما ينفعش حسين تلت ضربات جزاء على الزمالك والله احنا اتكلمنا في النقطة دي فعلا في مشاكل كتيرة في الاحتواء وبرضو أيضا قانون الاحتواء علا وزياد برضو أحمد بيقول محترم حبيبي أحمد الله يكرمك الله يكرمك ويكرم أصلك ده من زوءك ومن أدبك وأخلاقك احنا بس بنتكلم وعاوزين الأفضل للنادي الأهلي باستمرار دمتم في أمان الله طبعا لايك وشير الفيديو والناس اللي لسه دخلها ممكن تشوف الفيديو من الأول بعد إذنكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته